من دي ومن دي أن يتقال كلام خطير على التدخل في قرارات الحكام ومحدش نزعج محدش نزعج خالص من اللي قاله المهندس هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك عن الفترة اللي كان فيها مسؤول في التحاد الكرة كرئيس لمنطية الجيزة نسمعه كابتن سمير جايبني رئيس منطية الجيزة سمير زاد خلينا أمتكلم بصراحة أنا كنت بخدم على ناجة زمالك كتير جدا في منطية الجيزة جدا ويا ما شلت بلوي شودة ويا ما شلت تقرير حكام أنا بصراحة ويا ما كنت أجيب الحكم عشان خطري ما تشتبش الكابتن فلان ما تشتبش في أعملت اللي محدش عم أبسا بكلمك بصراحة يعني جملت الزبالك كتير يا ما شلت تقرير حكام ويا ما ويا ما لكن ده مش مهم المهم إن الكابتن عماد فاروق طالع يقول إيه المشكلة اللي بينه وبين محمد محمد رمضان كابتن محمد رمضان يا أهل دون عقلكو يا أهل يا أهل الإعلام حد اهتم أن يبحث وراء هذا التصريح محدش حد اهتم قبل كده يبحث وراء ناصر فاروق هو بيقول لك أنا في الماتش كنت روحت حضنت كابتن حسين مما جاب فيه جون حد اهتم بالكلام اللي قاله كابتن فاروق جعفر ولا ضرب الجزاء من سنة كذا لسنة كذا اتحسابت كانت صحيحة حد اهتم بكلام كابتن عفة نصار اللي عمال دلوقتي يخترع من الأصليب ما يوسيب يقالي النادي الأهلي لما قالك كلمونا نفوت الماتش للزمالك بتاع بور سعيد وهي هو بيلعب في المصري حد اهتم بالكلام ده لا أهم حاجة دلوقتي عايزين نعرف هو كابتن عماد فاروق المعد النفسي بعد 48 ساعة ومشي ليه طيب كلام المهندس هاني زادة يا جماعة أولا خطورته أنه الراجل متكلم بنفسه ومتكلم على سبيل التباهي هي دي المشكلة يعني أنه بيقول لك أنا يا ما خدمت الزمالك ويا ما ادخلت في التأرير الحكام ويا ما ألغيت عقوبات ويا ما شلت عقوبات ناس بشنبات بصوا التدخل في شغل الحكام والتأرير لهذا الحد هنا في أطراف قديرت ده هو بيتكلم كما في فرقة ظلمت في لعيب ارتكبت أخطاء ولم تعاقب ده بيتكلم كمسؤول في اتحاد الكرة عن منطقة الجزء يعني أنت كمسؤول يعني طب أنا عايز أقول بس يا أخوانا هي المسؤولية هو الناس مش بتقسم ويبتتسلم المسؤولية طب الناس اللي حتشهد معها أو حيحقق معها يا طرى في قسم وهم بيدلب أقوالهم حاجة تجننك فيه ولا ما فيهش طيب دي نوعية للانتقائية في الإعلام أنتوا لما تلاقوا مسؤول بيعترف بنفسه عن وقاع أي واحدة منهم تهز أي نظام كوروية ده يتحقق فيها وفيه بطولات ويقولك تتسعب ألقابه بطولات بالضبط زي العالم كل ما بيعمل لكن أنت بصدد مسؤولي يتفاخر ويتباهى أنه ارتكب هذه الأمور ويتدخل في تقارير وفي نتائج وعقوبات ويا ما جملت ويا ما يقولك يا ما وعلى فكرة الحوار تضمن حاجات كتير تفاصيل أنا بس بيتكلم على دي بقولك يا ما غيرت التقارير لشفنا مسؤول رياض انزعج لشفنا مسؤول إعلامي ناقش الكلام ده لشفنا أن دي قديرت بالمناسبة الأيامة مقلوبة لغاية دلوقتي والنادي البنك الأهلي ما تكلمش على حقه في المباراة أنت بصدد حكى مع الطرف بنفسه أن الكرة مش بنالت اللي انت تهزمت بيها اللي انت تهزمت بيها اللي انت تهزمت بيها